ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الواسعة في العديد من المدن الإيرانية ولا يزال المتظاهرون في الشوارع ينادون بإسقاط نظام الحكم الذي يتهمونه بالفساد والفشل اقتصاديا وسياسيا وبالإيغال في دماء الإيرانيين الذين سقط منهم العشرات قتلا وأصيب المئات وعتقل الآلاف من جراء قمع النظام للتظاهرات المتواصلة حتى اليوم صحيفة وولي ستريت جورنال في التقرير لها تؤكد أن أبناء الطبقة المتوسطة هم من يقودون التظاهرات في الكثير من المدن الإيرانية تلك التظاهرات التي مثل مقتل الشابة مهسى أميني على يد شرطة الأخلاق مجرد شرارة انطلاق لها ثم ما لبثت رقعة التظاهرات أن توسعت وتحولت مطالبها من محاسبة قتلة الفتاة إلى الدعوة لإسقاط النظام برمته وبحسب وولي ستريت جورنال فإن ثلث السكان في إيران يرزحون تحت مستوى خط الفقر في نسبة تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية على حساب الطبقة المتوسطة التي تقلصت كثيرا خلال المدة ذاتها كما تؤكد استطلاعات دولية أن 63% من الإيرانيين يحملون الحكومة المسؤولية عن ذلك بسبب سوء إدارتها للاقتصاد والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وبينما يتواصل القمع الحكومي ضد المتظاهرين قتلا وتعذيبا واعتقالا فإن المرشد الإيراني علي خامنئي يثني على الطريقة التي تعاملت بها القوى الأمنية مع المتظاهرين الذين وصفهم بجماعات الشغب التي يحرقها من وصفهم بأعداء إيران في المحصلة فإن الأوضاع في إيران باتت على شفى الانفجار الكبير وليس هناك ما يمكنه تخفيف الضغط المولد لذلك الانفجار إذ أنه وبحسب معهد تشاتام هاوس لا يوجد في إيران أي فرص اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فقط سحابة من القمع تخيم على الأجواء لا أص meta موسيقى 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 موسيقى